السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح نتكلم عن ال-Style وال-Theme إذا إجينا عملنا مشروع جديد حتى يكون كل شيء مبسط MPT Activity and Next وهنا نجي نكتب Style and Themes Styles and أو Theme Themes and وين الاند and Themes حلو؟ واجه قوله Finish and خلينا نجي هنا نقوله Close ويبقى على هذا المشروع ننتظر الى حد ما يكمل المشروع طيب لو نجي على أول شيء هنا بال-Rest احنا نعرف عنده Two Values راح نركز عليه بهذا الدورة اللي الدرس عفوا ال-Colors وال-Styles حلو؟ حتى نفهمهم بشكل أعمق شون يأثرون على التطبيق إذا جينا على Activity XML وفتحنا الكود اوكي هنا هنا التكست على سبيل مثال هذا جيب على طرف فهنا راح تلاحظ انه في عندك أشياء على سبيل مثال عندك مثلا مثلا اللون إذا جيت هنا على Design وقيت لـ Click and خلينا نجي هنا نقوله مثلا Color اوكي لاحظ هنا تكست Color لو أعمل Click واختار ال-Color Accent وقوله أوكي أرجع للتكست ألاحظ انه هذا دي أخذ من من هذا المسار حلو؟ اللي هو شنو مسار ال-Color جميل هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لل-Text View أقدر أضيف لأيضا Style يعني على سبيل مثال إذا قلت لـ Style أتصور موجود يس موجود يقولي ال-Style تاخذ من من؟ ممكن أقوله Text Appearance Compact فيكون اللون مالتا هذا إذا شلناه على سبيل مثال Color حذفنا يكون التكست appearance مالتنا بشكل Hello World بهذا الصورة طيب لو إجيت هذا حذفت على سبيل مثال كيف رح يكون الشكل؟ لاحظ رح يكون الشكل رمادي تمام؟ أنت تشوف الشكل رح يكون الشكل رمادي لـ Hello World لاحظ كيف رح يكون بلون أغمق لو رجعت هنا أوكي لاحظ هاي طبعا دايست مشكلة بالـ UI بلون أغمق رح يكون أو مثلا هنا text appearance dot مثلا caption صار بها تغيير لو نجعل design مثلا أوكي and bag تمام؟ هذا يكون بصيغة caption في عندك ستايلات كثيرة موجودة في الاندرويد ستوديو واللي تدعمها اندرويد ستوديو وما تحتاج من عندك إلى على سبيل مثال configuration أو style أو 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 وإلى آخر من أمور هي أصلا موجودة ممكن تستخدمها بس في حالة على سبيل مثال إذا ما عجبتنا هاي الألوان كيف نغيرها فإحنا أنت عندك في الـ style أيضا لون يجي نقول slash and text appearance مثلا title inverse لاحظ أصبح hello world ما عرف إذا كان واضح لك لو لا باللون الأبيض باللون الأبيض hello world و title أكبر إذا شرنا الـ inverse أوكي صار عندك hello world كبير جدا أوكي حتى تجد تشوفها بالـ design صار أكبر تمام ولونه أغمق هذه الـ style مغزونة في الـ android ولما تجي تستخدمها بالتطبيق تشتغل عادي بس لكن إحنا نتكلم إذا كان إذا كنا إحنا نريد style مالتنا الخاصة دون الاعتماد على الـ style اللي هي أصلاً معرفة في داخل الـ android studio بمعنى آخر في الـ android أنت في عندك كثير من style يغير لك بالشكل باللون بالفونت وإلى آخر من أمور تقدر تعتمد على الـ style اللي محددت لك شركة جوجل بنظام ها الـ android أو أنك أنت تعتمد على style الخاصة بـ folder styles dot xml بالـ styles dot xml تقدر تصنع أنت style الخاص يعني تقدر تعمل copy لهذا style وتصنع style الجديد أو إذا حبيت تتعلم l-xml ctrl z فسهل جدا مجرد هنا تقول style لاحظ يسألك يقول شنو اسم style مالتك مثلا my style أوكي طبعا هنا no suggestion تمام my style أو ممكن تقول alert dialog compact هذه كل style جاهزة بس أنا شنو أريد أصنع style الخاص فرح أقول my style حلو هنا رح يسألك شي إنه parent مالتمن يعني إنه هذا style custom اللي أنت تصنع هو موروث من من تقدر تورثها من ألوان النظام أوكي يعني parent ممكن إنه تورثها من ألوان النظام على سبيل مثال هنا عندنا theme app compact dot light أوكي هنا عندك مثلا theme compact مثلا dot لاحظ light and widgets light dark خلي نقول مثلا إذا قلنا no not light dot dark dark action bar رح سبيل مثال أوكي بهذا الصيغة شون عدنا مشكلة آه text appearance ما أخذ theme تمام بهذا الصيغة تكرر تورثها من نفس class لاحظ من غلقت أوتومات كين أعطاني غلق لل style إذا ما حبيت ترثها من النظام فممكن تمسح هذا أوكي وتقول ها فقط أنه my style وآني رح أمطيك الألوان زين هذا style الذي تريد تستخدمه شون الخصائص اللي موجودة بيها لاحظ style يحتاج إلى عناصر مثل هذا item فأول عنصر على سبيل المثال رح أقول أنه عن طريقة رح أحدد text size يعني يساوي رح أقول Android لاحظ Android Android نقطتين text مثلا عندك text only أي شي text size هذا لاحظ text size text size إذا أختار يعني إذا الuser أو آني من أجل تعامل ويا text size على سبيل المثال رح أخلي مثلا 50 db dp عفوا إذا أنا استخدمت هذا style فخلي الفونت يكون 50 dp هذا لو أجي على سبيل المثال أريد أستخدمه فأقدر أنه أجي هنا activity and بالstyles أقول slash my style لاحظ ظهر عندي my style فهنا لاحظ أنه الفونت أصبح كبير 50 dp ليش لأنه هنا عرفت style جديد وهذا style شرت عليه أنه يكون هذا 50 dp إذا حبينا مثلا نصنع style جديد آخر مثلا يكون my style 2 على سبيل المثال ما يكون فقط 50 dp وإنما أقدر أقول لأندرويد font font family وهنانا مثلا أقول لك cursive ما cursive خلني نجي نستخدم my style 2 my style 2 لاحظ أصبح hello world بشكل cursive عرفت كيف فممكن أستخدم style آني الخاصة ليس الاعتماد على style النظام بين وآني أصنع style style لتكبير الفونت style لتكبير الفونت وعملها cursive style لتغيير لونها على سبيل مثال تقدر تعمل style براحتك بالشي اللي انت تشوف مناسب يعني مثلا هنا عملت style cursive وأيضا أريد مثلا ألون إذن style 3 رح يكون طبعا تقدر تنطيل اسماء انت 50 dp وأيضا يكون cursive وأيضا يكون ملون فإذا أخذت هذا يعني أعطي لون معين android شا قول text text color text color وإحنا أنا أنطي ل اللون اللي أنا أريده إحنا قلنا سابقا شرحنا عن موقع ينطيك ألوان على سبيل مثال لون معين هذا اللون فأجي هنا أعمل paste لاحظ ظهر للون فمن أجي على سبيل المثال هنا لاحظ اللون هو رمادي فإذا قلت لي my style 3 استخدم ما رح يب نفس size بس لكن اللون أصبح اللون الأغضر اللي اختاريناها تمام فلات أغضر فتقدر أنت عن طريق ال-Styles تصنع styleاتك الخاصة مثلا styleات بفونتات خاصة مثلا style خاص للهيدر للعناوين style خاص لمضمون الرسالة style خاص لفتشيء معين تقدر تتعامل مع styles.xml بإنتاج styleات خاصة بك دون الاعتماد على القوالب أو styleات الجاهزة اللي تعطي كياه منه اللي تعطي كياها شركة جوجل خلونا نوقف هنا نكمل درس القادم هنا نقول مع السلامة